نشرة مفصلة من الميادين السلام عليكم وإلى عنوانها بعد أكثر من عشر سنوات على فرضه رفع حضر التجول الليلي عن بغداد مع تطبيق إجراءات أمنية جديدة للتصدي للإرهاب ولا جعلت الجاعدة من هذا البلد منطلقا نحو بقية شعوب هذه المنطقة بما في ذلك المملكة العربية السعودية الحوثي يشدد على الشراكة وعدم إقصاء أحدا عن الحكم وأحزاب يمنية بينها حزب المؤتمر ترفض الأعلان الدستوري الداخلية التونسية تعلن أحباط مخطط إرهابي كان يستهدف مواقع أمنية ومدنية في العاصمة ومناطق جنوب الملاد مقتل خمسة أمريكيين بإطلاق نار في ولاية جورجيو مسلح يصيب ثلاثة أشخاص في مركز لتسوق في بنسلفانيا رفعت الحكومة العراقية حضرة تجول الليلي المفروض في بغداد منذ نحو عشر سنوات وبدءا من منتصف الليلة الماضي عادت الحياة إلى طبيعتها في العاصمة على أن تتخذ إجراءات أمنية جديدة بينها تنفيذ عمليات تفتيش مسائية لمنازل المشتبه بهم رفع الحظر الذي كان مطبقا منذ منتصف الليل حتى الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي يضع حدا للقيود المفروضة على تحركات السكان بهدف التقليل من أعمال العنف الدامي في بغداد وضعت الخطط اللازمة سواء كانت في وزارة الدفاع أو الداخلية ومن خلال قيادة عمليات بغداد من خلال تفعيل العمل الاستخباري وتواجد الآمرين على رئيس قطعاتهم وبالتالي نجاح الخططة ونجاح الأمن في بغداد الشريع البغددي عبر عن فرحته برفع حضر التجول الليلي هذا القرار كنا منتظرين صار سنين يعني احنا شون تقولين يعني صار فترة احنا مثل المحبوسين بقفص يعني احنا بيوتنا قريبة على شغلنا وهي بس ما نقدر نطول يعني محلات نفتحة ومحلات بعد محلات نفتحة قبل ما كان نقال في شيء احنا كنا قبل الحسنة بسنا كنا بسجن كنا محبوسين من ساعة هلقت لساعة هلقت يأتي ذلك غدات يوم داما عشته بغداد حيث استشهد فيه 34 عراقيا واصيب عشرات اخرون في ثلاثة تفجيرات هزت مناطق متفارقة في العاصمة وسهدفت الهجمات بغداد الجديدة شرق العاصمة والسوق العربية في منطقة الشورجة ووسط بغداد في منفجرت قنبلة في حي الدورة العاصمة العراقية عرفت موجة جديدة من التفجيرات هجومان انتحاريان هز بغداد احدهما استهدف سينما البيضاء سقط فيه نحو ثلاثين شهيدا وجريحا وثانيهما استهدف السوق العربية في منطقة الشورجة وسط بغداد سقط فيه العشرة بين شهيد وجريح بالتزامن مع هذين التفجيرين قتلت القوات العراقية عددا من المسلحين في منطقة العابد غرب بغداد ونجحت في تفكيك نحو عشر عبوات ناسفة في منطقة الحلبسة شمال العاصمة في منطقة الزيدان غرب العاصمة استشهد ثلاثة من عناصر الحجد الشعبي واصيب خمسة من فجار منزل مفخخ قوات التحالف الامريكي قتلت واصابت عشرات المسلحين من تنظيم داعش في قصف جوي مكثف استهدف مراكزهم على أطرف قرية ملة عبدالله وقضاء الحويجة في كاركوك التنظيم نفسه قام بتصفية ثلاثة عشر عنصرا من عناصره بذارعة هروبهم من جبهات القتال في معارك كاركوك الأخيرة فيما تم العثور على مقبرة تحوير فتا ثلاثة وعشرين شخصا من الطائفة الإيزيدية بينهم أطفال ونساء قتلهم مسلح داعش في ناحية زمار غربي الموصل وبالتوازي أطلقت القوى الأمنية العراقية حملة أمنية في الرمادي فيما أرسلت القيادة العامة القوى المسلحة العراقية تعزيزات عسكرية وأمنية إلى محافظتي صلاح الدين والأنبار والهدف تأمين المناطق التي شن داعش هجمته عليها يأتي ذلك فيما داع سياسيون ومراقبون البرلمان إلى الإصراع بتشريع قانون الحرس الوطني عبدالله بدران وتفاصيل هنا سامراء جنوب تكريد داعش يشن هجماته للسيطرة على منطقة سورشناص شمالها الهدف ليس سامراء فداعش يدرك صعوبة احتلالها لكنه يبحث عن قطع الطريق المؤمنة من المدينة حتى شمالها وصولا إلى بيجي التي تركها بعد هجوم جديد فشل في السيطرة عليها ليدفع مقاتله ثمن الإعدام بتهمة الخيانة والانسحاب داعش الآن عبارة عن عسكر يحتل أرض عراقية وأرض عراقية مساحة كبيرة وبالتالي مطلوب ومقاومة داعش أو ردع داعش ومقاتلة داعش في قطع من خلال قطعات أرضية مرنة سهلة الحركة من القطعات المدرعة وكذلك المشات والآلي القيادة العسكرية والحجد الشعبي أرسلت تعزيزات إلى صلاح الدين والأنبار فما تحقق من إنجاز على الأرض لصالح الأمن العراقي ليس سهلا التفريط به وداعش يهدف من توسيع جبهات المواجهة إلى تشتيت التركيز الأمني كما ترى الاستخبارات تطورات ميدانية تترافق مع خطوات سياسية تنتظر إقرار البرلمان قانون الحرس الوطني لينتشر مقاتل الحرس في مناطقهم لمساندة القوات العراقية بالتصويت على هذا القانون بالنتيجة سينظم الحالة العسكرية والأمنية الموجودة على الأرض وخصوصا قوات الحجد الشعبي 125 ألف مقاتل سيشملهم قانون الحرس الوطني بحسب التقديرات خطوة ترسخ القناعة بتقارب الأطراف العراقية وتوحد رؤيتهم في مواجهة داعش الميدان لا ينتظر وأي خلاف سياسي يعرقل التشريع السريع لقانون الحرس الوطني قد يصب في صالح داعش ليكون القانون ومقاتلوه ومصير بلد بكامله رسم إشارة السياسيين وإجماعهم عبدالله بدران بغداد الميادين وفي الشأن السوري علمت الميادين أن المبوث الدولي إلى سوريا سيفان ديمستورا سيصل دمشق اليوم على أن يلتقي وزير الخارجية السوري وليد المعلم يوم غدا الاثنين أو يوم غد الاثنين وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت أن ديمستورا قدر عاليا لقاء التشوري بين وفد الحكومة السورية شخصية المعارضة الذي عقد في موسكو نهاية الشهر الماضي أكد زعيم حركة أنصار الله عبدالملك الحوثي أن الأعلان الدستوري الذي أصدرته لجان ثورية خطوة تاريخية كان لابد منها مشددا على الشراكة في الحكم وعدم إقصاء أحد ولفتا إلى أن الهدف من استقالة الرئيس اليمني ورئيس الوزراء كان خلق حالة من الفراغ في البلاد وهي مؤامرة وخطوة سلبية إن الخطوة المهمة والتاريخية التي أقدم عليها شعبنا اليمني العظيم بالأمس المتمثلة بالإعلان الدستوري هي خطوة تاريخية وضرورية ومهمة وكان لابد منها أتت هذه الخطوة لتواجه الفراق الذي أراد الآخرون من خلاله استهداف هذا الشعب والالتفاف عليه هذه الخطوات ليست فيها حرمان ولا استبعاد ولا شطب خطوة تاريخية وضرورية لتصحيح مسار المرحلة الانتقالية هكذا وصف زعيم أنصار الله عبد الملك الحوث لإعلان الدستوري موجه الرسائل تطمين للخارج وأخرى للداخل ومشددا في الوقت نفسه على أن لا إقصاء لأحد هذا البلد يتسع لجميع أبنائه هذا البلد يريد دولة لليمنيين كل اليمنيين ولا يقبل بمنطق الإلغاء ولا يقبل أبدا بمنطق الإقصاء واليد ممدودة لكل القوى السياسية في هذا البلد لكل المكونات لكل التيارات في هذا البلد القوى السياسية تثاوتت ردود فعلها بشأن الإعلان الذي أصدرته اللجنة الثورية وراوحت بين مؤيد ورافض أو من يتريث في إعلان موقفه نبارك للشعب اليمني الكريم هذا الإعلان لأنه المخرج من التشتت والفراغ الدستوري تكتل أحزاب اللقاء المشترك أجل التعاطية مع المستجدات فيما قطع المبعوث الأممي جمال بن عمر زيارته إلى الرياض وعاد إلى صنع وكان قد عرب عن أسفه لما وصفها بالخطوة الانفرادية لأنصار الله داعيا إلى مواصلة الحوار دعوة رفضها التنظيم الناصري لن نقبل العودة للحوار تحت الإعلان الدستوري أمر واضح موقف التنظيم الوعدوي الشعب الناصري لن يقبل حوار الأمر الواقع موقف المشترك واضح ولو لم يعلن القضايا الوطنية لا تعالج بالفهلوة وما تبلع من الفهلوة في المقابل افتتحت اللجان الثورية المرحلة الانتقالية بقرارين فكلفت اللواء محمود الصبيح بوزارة الدفاع واللواء جلال الرويشان بوزارة الداخلية كما شكلت لجنة أمنية من 17 شخصية أمنية وعسكرية بينهم قياديون من أنصار الله خطوة أحدثت شرخا كبيرا في الواقع أثارت غضب البعض وباركها البعض الآخر لكنها في النهاية خطوة إلى الأمام ولا يمكن للمواقف الداخلية أو الخارجية الرافضة أن تعيد الزمن إلى الخلف كما يقول أنصار الله أحمد عبد الرحمن صنع الميادين إلى ذلك عبر عدد من الأحزاب اليمنية عن رفضهم الأعلان الدستوري في البلاد حزب المؤتمر الشعبي العبر أن الأعلان الدستوري تعد أو تعد على الشرعية الدستورية ومخالفة للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار أمن حزب الاشتراكي فأشار إلى أنه يرى الأعلان انقلابا على شرعية التوافق الوطني بدوره أصدر حزب التجمع الوحدوي بيانا دان فيه الأعلان الدستوري وأشار إلى أنه سيقود البلاد إلى التشضي والتفتت فيما أعلنت تجمع اليمني للإصلاح رفضه الإعلان وطالب بإلغائه أعلنت الداخلية التونسية إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف مواقع أمنية ومدنية في العاصمة المتحدث باسم الداخلية محمد علي العروي أشار إلى أن المخطط الإرهابي كان يستهدف مواقع أمنية ومدنية في العاصمة منها وزارة الداخلية وثقنات تابعة للحرس والأمن الوطنيين ومواقع في بعض محافظات الجنوب أشار إلى الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية والأمنية في محافظة قفصة لمطاردة العنصر الإرهابي الخطر مراد الغرسلي والذي تسلل من محافظة القسرين أيضا في تونس حيث أحرق محتجون غاضبون في مدينة ذهاببي محافظة تتوين جنوبية شرقي البلاد نقطة أمنية احتجاجا على الاستمرار في فرض ضريبة عبور تبلغ 30 دينار على الأجانب عند الدخول إلى معبر رأس جدير ومعبر ذهاب وازن الحدوديين مع ليبيا وقال محافظ تتوين أن هذه الضريبة تسببت في الكثير من القلاق لا للتجار التنسيين فقط بل حتى على مستوى الجانب الليبي أيضا شهدت المنطقة تعزيزات كبيرة بعدما تولت قوات الجيش الوطني تأمين كافة المؤسسات الحكومية في مصر أحبط الجيش محاولة لاستهداف قناة السويس به صاروخي جراد مجهزين للإطلاق من جانب آخر أكدت مصادر أمنية أن قوات الجيش استهدفت مناطق جنوب الشيخ زويد حيث قتل عشرون مسلح كما استهدفت طائرات الأباتشي عددا من البور أو البؤر الإرهابية في مناطق جنوب الشيخ زويد بعد معلومات عن اختباء بعض العناصر الإرهابيين فيها خالد أبو عرب وتفاصيل في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تبنتها القيادة في مصر لمجابهة الإرهاب جاء الإعلان عن القضاء على أكثر من نحو خمسين عنصرا تكفيريا في شمال سيناء خلال أيام بالإضافة إلى نجاح قوات الجيش في ضبط وتفكيك صاروخي جراد مجهزين للإطلاق شرق قناة السويس النطاق الجيش الثاني الميداني أكثر من 30 ألف كيلومتر مربع من القناة لحد الحدود الدولية عمليات الجيش وعمليات الجبهة كلها ممتدة بطول سيناء وعرضها لأكثر من 60 ألف كيلومتر مربع فأي حاجة بتستهدف دلوقتي فيما بين القناة مئات الكيلومترات مش كل حاجة بتتقبض عليها أو تتفكيك صاروخ نقول ده كان مستهدف قناة السويس هذه الإنجازات العسكرية التي رفقت بدء العمليات الجديدة في سيناء تعكس تطورا نوعيا للسلطات المصرية في مكافحة الإرهاب في البداية احنا كان كل اللي بنعانيه كان عبارة عن ضربات رد فعل كان بيحدث بناء على أفعال كانت بتتم فينا دلوقتي الأمر تغير بشكل كبير الوضع تغير العمليات إجهادية استباقية تبدأ الجيش المصري والقوات الأمنية الموجودة والتعزيات بتقوم بها بالضربات الاستباقية بتقوم بها بخطوة المبادرة ويمكن ده الترجم خلال الواقع على الأرض العمليات التي بدأت مع بدء تشكيل القوات الموحدة في سيناء تشترك فيها وحدات من القوات الجوية والصاعقة والقوات الخاصة ويقودها جميعا الفريق أسامة عسكر مع صلاحيات ميدانية موسعة على الرغم من محاولة الجماعات الإرهابية تطوير وتغيير استراتيجياتها في استهداف المواقع العسكرية والأمنية في سيناء إلا أن السلطات المصرية تبدو كأنها اختارت اعتماد استراتيجية جديدة تؤتي ثمارها أكثر من السابق وهو ما تظهره الموطيات والخسائر في صفوف الإرهابيين خالد أبو عرب القاهرة الميادين بثت كتائب الشهيد عز الدين القصام الجنح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس بثت تسجيلا مصورا لدعم الجيش المصري وتضامن معه التسجيل يظهر جنديا يرتدي ملابس الجيش المصري ويقف أمام العلم المصري وآخر يرتدي ملابس القصام في إشارة إلى أن الذي يستهدفهما واحد وهو الجيش الإسرائيلي ثم يمد الجندي المصري يدهو لجندي القصام هما ينزفان لإطلاق النار على الجندي الإسرائيلي وينتهي التسجيل بنداء من القصام للجيش المصري لماذا أيها العربي في إشارة رافضة لقرار محكمة مصرية اعتبار القصام منظمة إرهابية لماذا أيها العربي تعهدت الدول الأفريقية التي تتعاون لإنشاء قوة إقليمية لمحاربة بوكو حرام بنشر ثمانية ألاف وسبعمائة عنصر من الجنود والشرطة المدنيين أو المدنيين لمحاربة التنظيم جاء ذلك على ثل محادثات استمر ثلاثة أيام في الكاميرون بين خبراء من دول حوض بحيرة تشادوى من المقرر إجراء المزيد من المحادثات قبل أن يسعى الاتحاد الأفريقي إلى الحصول على دعم مجلس الأمن الدولي لخطوطه إلى الولايات المتحدة حيث قتل خمسة أشخاص وجرح اثنان في مدينة أتلنتا بولاية جورجيا وقالت الشرطة أن رجلا مسلحا قتل زوجته السابقة وثلاثة من أبنائهما قبل أن ينتحر هذا وأغلقت الشرطة مكان الجريمة وفتحت تحقيقا في الحادث في حادث آخر أصيب ثلاثة أشخاص بجروح في إطلاق نار وقع في مجمع تجاري بولاية بنسلفانيا الأمريكية الشرطة قالت أن مسلحا أطلق النار على زبائن مجمع قبل أن يلوذ بالفرار وفيما تلاحق العناصر الأمنية المشتبهة به نقل المصابون للعلاج في مستشفى مجاور وفي نافذتنا على باكستان نتوقف عند انتشار اللغة العربية وأهميتها وفق ما ينص عليه دستور البلاد إلا أن الجهود لم تنجح في نشر هذه اللغة على نحو واسع برغم أن البعض سخر حياته لها بكر يونس تفاصيل كل إنسان يولد بفترته عربيا أساس استند عليه مؤسس معهد اللغة العربية في باكستان الذي بدأ عمله عام 1980 للحفاظ على هوية باكستان عربية في أساسها كما ينص على ذلك الدستور الباكستاني محمد دشير مؤسس هذا المعهد أو كما يطلق عليه شيخ اللغة العربية وضح لنا أهمية اللغة العربية لباكستان ولأسيا الحدف الأساسي هو أن هذه المنطقة وباكستان خاصة اللغة العربية فيها متخلفة وهناك الدستور الباكستاني والشعب الباكستاني كل شعب يشتاك والدستور في مادة 31 ينص على أن الحكومة تهتم بالتعليم اللغة العربية والدراسة الإسلامية بطريقة صحية ولتعليم الطالب الباكستاني لغة عربية سريمة وفي أسرع وقت ممكن ابتكر أساتذة المعهد طرق خاصة معتمدين في هذا على آيات القرآن الكريم ما يجعل الطالب في 30 يوما قادرا على فهم الآيات القرآنية وعلى فهم 60% من اللغة العربية الحمد لله نجح أساتذة المعهد في اكتشافها وهذه النظرية تستهدف خمسة أشياء في وقت واحد أن يكون الطالب الأعجمي قادر على فهم آيات القرآن الكريم بالتدريج وبدون أن يسمع من أستاذ وبدون أن يعرف أي مصطلح من مصطلحات النحو والصرف ولا طالما طبط اسم اللغة العربية بشخصيات توصف بالخطيرة ولا سيما تلك التي تخرجت من المدارس الدينية كالملة عمر إلا أن ذلك لم يقلل من قرب الباكستانيين إلى لغة العرب التي يعدونها خاصية أساسية في هويتهم الباكستانية اللغة العربية التي لم يهتم العرب بنشرها داخل باكستان يرى الباكستانيون أنها تحظى بأهمية خاصة من قبل أساتذة باكستانيين نظروا حياتهم لهذه اللغة بكر يونيس إسلام أباد الميدين والآن إلى أبرز معنونته الصحف العربية الصادرة صباح هذا اليوم مع زميل أحمد عبد الله أحمد صباح خير صباح الخير دينا شكرا أهلا بكم مشاهدين المشهد اليمني وتطورته السريعة تصدر عنوين أبرز الصحف العربية الصادرة اليوم والتي نبدأ جولتنا على أبرزها مع صحيفة الثورة اليمنية التي عنونات السيد عبد الملك الحوثي اليمن يتسع للجميع ومبدأ الشراكة هو الأساس في المرحلة الانتقالية أقول للمجتمع العربي والدولي اليمن يمد يده للسلام والإخاء فلا تخسروه دع القوى السياسية للحاق بركب الشعب العظيم القائم بأعمال وزير الدفاع لواء الصباح القوات المسلحة ستظل قوة بيد الشعب تؤدي واجباتها بحيادية تامة الأيام القادمة ستشهد انتشارا أمنيا واسعا لمتابعة أي مهام أمنية وعسكرية اللجنة الأمنية العليا تناقش الموقف العسكرية والأمنية في العاصمة وعموم المحافظات صحيفة الشرق الأوسط التي وصفت ما حصل في اليمن بالانقلاب عنوانات الحثيون يهددون معارضيهم وصالح يهاجم الأعلان الدستوري دول التعاون ترفض الانقلاب ومصادر للشرق الأوسط تحركات خليجية لفرض عقوبات على اليمن رجل المخابرات المخلص لأردوغان يستقيل للدخول إلى البرلمان لأول مرة أكراد تركيا يخضون الانتخابات كحزب وأيضا في عنوين الشرق الأوسط ليبيا على شفير الإفلاس مع استمرار تراجع أسعار النفط حفتر يطلق عملية الحسم لتحرير بنغازي إلى صحيفة الوطن العمانية ونقرأ في أبرز عنوينها اليمن الحوثيون يتحدثون عن مد اليد والتعاون يدين الانقلاب الفلسطينيون يعززون مسارهم في الجنائية الدولية سوريا تدعو للتمسك بالعروبة أمام مخططات التفتيت الجيش المصري يحبط مخططا إرهابيا لاستهداف قناة السويس نتابع مع الصحف الخليجية تحديدا وكيف تعاملت مع الملف اليمني ونصل إلى صحيفة النهار الكويتية التي كتبت الخليجي الانقلاب الحوثي تصعيد خطير يهدد أمن اليمن واستقراره ووحدته ووزراء خارجية مجلس التعاون يعقدون اجتماعا طارئا وقد يبحثون سحب السفراء من النهار الكويتية إلى الوسط البحرينية وفي أبرز عنوينها الحوثيون ينشئون لجنة لإدارة اليمن ومجلس التعاون الخالجي يرفض الانقلاب إلى سوريا وتحديدا إلى صحيفة الوطن نقرأ فيها ديمستورا يقيم عاليا منتدى موسكو ويصل إلى دمشق اليوم المقداد يحمل الأردن مسؤولية الإرهاب ومشروع قرار روسي لتشفيف تمويل داعش الجيش يحرق وقود علوش واللجان الشعبية تتقدم في اليارموك تركيا تكثف دخول الجهاديين الأجانب إلى حلب واستهداف مقرات داعش بريف دير الزور أيضا في صحيفة الوطن محكمة الإرهاب تدعي على أوروبيين قتلوا سوريين وأخيرا مع صحيفة الشروق التونسية التي ركزت على التطورات الميدانية في تونس وكتبت الإطاحة بـ 32 إرهابيا خططوا لتبجير وزارة الداخلية قريبا تدخل عسكري في ليبيا ذهيب احتجاجات حرق مركز الحرس والجيش يتدخل مع عنوين صحيفة الشروق التونسية نصل إلى ختام هذه الجولة على أبرز عنوين الصحاف ترجمة نانسي قنقر